اشتركوا في القناة الطولية او شبكية والادوات والاجهزة اللي بنستخدمها في تنفيذ الميزانية لما بنيجي ننشئ مشروع جديد في اول خطوة هي ان احنا بنعمل عملية رفع مساحل المنطقة اه الخاصة بالمشروع الخطوة التانية تحديد نقط الارتفاع ونقط الانخفاض ومعرفة التدريس الخاصة بالمنطقة اللي هيقام عليها المشروع الخطوة التانية ديت هي الميزانية اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل اذا الميزانية خطوة خطوة هامة اه بيتم عملها في معظم المشاريع اه الانشائية وهنضرب امثلة لهذه المشاريع اه الميزانية من العمليات الحسابية الهامة والاساسية لكل المشروعات الهندسية مثلها رقم واحد الانشاءات الهندسية المختلفة كل الانشاءات الهندسية اه مباني مدارس اه عمارات اه اي 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 منشاعة هندسية خطوة هامة فيها اه اجراء الميزانية لمعرفة نقط الارتفاع ونقط الانخفاض اه بالنسبة لبعضها او بالنسبة لمستوى سابت النقطة التانية انشاء الطرق النقطة التالتة اقامة وتدشين الجسور النقطة الرابعة عملية تطهير الطرع والمصارف والحقيقة ان اه انشاء الطرق اه او تطهير الطرع والمصارف او تدشين الجسور اه من اهم حاجة في اه من العمليات الاساسية اه فيهم اه اجراء الميزانية اه عشان نعرف اه المنسوب اه بتاع النقط وبالتالي عملية التسوية الانحضار الموجود كل دي كل العمليات دي الضرورية وبنعرفها من اه اجراء الميزانية اذا الميزانية من العمليات الحسابية الهمة والاساسية لكل المشروعات الهندسية زي ما قلنا واحد الانشاءات الهندسية المختلفة اتنين انشاء الطرق تلاتة اقامة وتدشين الجسور اربعة عملية تطهير الطرع والمصارف خمسة عمليات التسوية ودي مهمة جدا جدا في استصلاح الاراضي اه التوسع الافقي واستصلاح الاراضي اه من العمليات الهمة جدا اللي احنا بنجريها عملية التسوية اه وما نقدرش نعمل عمليات التسوية ديت الا بعد ما نعمل ميزانية للارض ومنحدد نقط المرتفعات ونقط الانخفاضات ومنجيب مناسب النقط وبالتالي بنحدد مقعبات الحفر والرد واجراء عملية التسوية النقطة الاخيرة اه استصلاح الاراضي والتوسع الافقي اذا لما نتكلم نقول عن اهمية الميزانية هنقول ان الميزانية لهدور كبير جدا في اه عدد كبير من المشروعات زي الانشاءات الهندسية المختلفة انشاء الطرق اقامة وتدشين الجسور عمليات تطهير الطرع والمصارف عمليات التسوية وستة استصلاح الارض اللي هو نقصد به التوسع الاراضي اللي نقصد به التوسع الافقي تعريف الميزانية الميزانية هي احد فروع علم المساحة الذي يبحث في كيفية تعيين مناسيب النقط على سطح الارض الميزانية احد فروع علم المساحة الذي يبحث في كيفية في كيفية تعيين مناسيب النقط على سطح الارض التعريف هنا لما 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 نحاول نتكلم عنه شيء طبيعي ان احنا نقول ان الميزانية هي احد فروع علم المساحة اللي بيهتم في كيفية تعيين مناسيب النقط على سطح الارض كلمة مناسيب النقط محتاج ان احنا نفهمها عشان كده هنلاقيها في التعريف اللي بعد كده بنشرح لك وبنعرفك معنى كلمة مناسيب النقط يعني ايه منسوب النقطة منسوب النقطة هو مقدار ارتفاع او انخفاض النقط عن مستوى مرجعي سابت بنسميه مستوى المقارنة تاني منسوب النقطة هي مقدار ارتفاع او انخفاض النقطة عن مستوى مرجعي سابت بنسميه مستوى المقارنة في حالة الاتفاع بيكون منسوب النقطة اه بالموجب وفي حالة الانخفاض يكون منسوب النقطة بالسالب وفي حالة التساوي يكون صفر انا عايز اقول هنا ان منسوب النقطة اه اه من الحاجات اللي احنا اه بنشتغل بيها في الميزانية بل هي اساس عمل الميزانية ان نجيب منسوب النقطة فهو مقدار الارتفاع والانخفاض اه اه النقطة بالنسبة البعضها او بالنسبة لمستوى سابت بنسميه مستوى المقارنة لو النقطة دي مستواها اعلى من مستوى المقارنة بتكون بالموجب لو منسوبها اجل من منسوب مستوى المقارنة هتكون بالسالب ولكن لو هي على نفس منسوب مستوى المقارنة هيكون منسوبها صفر التعريف اللي بعد كده مستوى المقارنة مستوى المقارنة هو مستوى أفقي ثابت تنسب إليه ارتفاعات وانخفاضات النقط مستوى المقارنة هو مستوى أفقي ثابت مستوى ثابت ما بيتغيرش بننسب إليه ارتفاعات وانخفاضات النقط كل دولة من دول العالم لها مستوى مقارنة خاص بيها بتنسب إليه جميع أراضيها احنا في مصر هنا خدنا سطح الماء في البحر الأبيض المتوسط داخل الميناء الشري بالاسكندرية مستوى مقارنة ثاني مستوى المقارنة هو مستوى أفقي ثابت بتنسب إليه الارتفاعات والانخفاضات النقط كل دولة من دول العالم اتخذت مستوى مقارنة احنا في مصر خدنا منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط في الميناء الشرقي بالاسكندرية مستوى المقارنة بتاعنا الرسمة اللي جاية هتوضح لنا لو بصينا في الرسمة دي هتلاقي قدامنا مجموعة من النجات النقطة ألف والنقطة واو والنقطة به والنقطة جيم والنقطة دال والنقطة ها مستوى المقارنة اللي هو الخط الأحمر اللي هو ده الخط الأحمر المنجت ده مستوى المقارنة النقطة ألف وقع على مستوى المقارنة اذا منسوبها هيساوي صفر بينما النقطة واف فهي أعلى من مستوى المقارنة فيكون نقطة منسوبها موجب النقطة به بتقع على مستوى المقارنة اللي هو مستوى سطح البحر الابيض المتوسط فهيكون منسوبها بيساوي صفر النقطة جيم بتقع اسفل مستوى المقارنة اللي هو مستوى سطح البحر الابيض مستوى الماء في البحر الابيض المتوسط فيكون منسوبها بالسالب النقطة ده اللي بتقع على مستوى المقارنة وبالتالي فان منسوبها بيكون بيساوي صفر النقطة اللي فوق دي خالص بتقع أعلى من المستوى المقارنة وبالتالي هيكون منسوبها بالموجب أما النقطة هي فهي تقع على مستوى المقارنة وهيكون منسوبها صفر الرسمة اللي قدامنا دي لازم نفهم منها بعض الأشياء منسوب النقطة وعلاقته بمي مستوى سطح البحر أو مستوى المقارنة إن لو منسوب النقطة بتحتي أعلى من مستوى سطح المقارنة أو من مستوى سطح البحر هتكون المنسوب موجب لو هو بيقع عليها أو على نفس منسوب المقارنة في بيكون بيساوي صفر لو هو أقل من منسوب سطح البحر هيكون المنسوب بالسالب روبير أو علامات المناسيب روبير أو علامات المناسيب هو علامة مساحية سابتة ومعلومة المنسوب ومعلومة المنسوب علامة مساحية سابتة ما تتغيرش ومعلومة المنسوب بالنسبة لمستوى المقارنة والغرض منه إجاد مناسيب النقطة القريبة منه ومنه تبدأ الميزانية وتنتهي روبير لما نيجي بنعمل عند تنفيذ أي ميزانية لازما بنبدأ بأقرب روبير للمنطقة اللي أنا بنفس فيها الميزانية ومن الأدوات اللي احنا نتكلم عنها بعد كده خرائط الروبير في المنطقة اللي هننفس فيها الميزانية ايه هو روبير روبير هو نقطة معلوم منسوبها روبير نقطة معلوم منسوبها بالنسبة لمستوى سطح المقارنة اللي احنا قلناها من شوية اللي هو مستوى سطح البحر في البحر الأبيض المتوسط والحقيقة هي مش نقطة واحدة كل دولة من الدول بتعمل خريطة للروبيرات اللي موجودة بيها فبنعين نقطة مختلفة في مختلف أنحاء الجمهورية وبنحدد المنسوب بتاعها مقارنة بمنسوب البحر الأبيض المتوسط في ميناء شرق اسكندرية وبنحدد المنسوب في النقط دي عشان بتكون هي البرجع إلي لما بنعمل ميزانية فبنشوف أقرأة خريطة الروبير وأقرب روبير للميزانية أقرب روبير للمكان اللي أنا هعمل فيه الميزانية بيكون هو بداية الشغل بتاعي تاني روبير هي نقطة معلوم منسوبها مقارنة بمستوى المقارنة أو نقطة معلوم منسوبها نقطة معلوم منسوبها بالنسبة لمستوى المقارنة اللي هو مستوى الماء في البحر الأبيض المتوسط طب فيرطة الروبير إيه؟ شكل واحد؟ لا عندنا نوعين من روبيرات النوع الأول جسمناهم حسب مكان التسبيت جسمنا الروبيرات حسب المكان اللي بتثبت فيه واحد روبير أرضي يبقى معناه أنه بتثبت في الأرض التاني روبير حائط ومعناه أنه هو بتثبت فيه حائط يبقى التقسيم الأول للروبير حسب مكان التسبيت إلى روبير أرضي وروبير حائط فيه تأسيم تاني؟ أيوة طبعا فيه تأسيم تاني قسمناهم من حيث الدقة إلى روبير درجة أولى وروبير درجة تانية الفرق بينهم روبير درجة أولى بيكون على شكل سداسي والدقة بتاعته مقربة لأقرب ملي متر روبير الدرجة الأولى بيكون على شكل سداسي ودقته مقربة لأقرب ملي متر أما روبير الدرجة التانية في بيكون على شكل دائري ودقته مقربة لأقرب سنتيمتر والحقيقة إنه تم إلغاء هذا النوع من الروبير الشريحة اللي بعد كده الرسمة اللي قدامنا أنا موضح فيها الروبير الأرضي والروبير الحائط في الرسمة اللي على اليمين هلأ الروبير بيتكون من قاعدة حديدية القاعدة الحديدية القاعدة الحديدية ديت مسبتة في خرصانة الروبير الحائط عبارة عن قاعدة حديدية والقاعدة الحديدية دي مسبتة في خرصانة ثم رأس من الحديد وعشان أوضح رأس الحديد لسمتها بعد منها يعني الشكل السداسي ده هو نفسه الرأس الحديدية دي فبيتكون من الروبير الحائط من قاعدة حديدية حواليها خرصانة بنحط حواليها خرصانة عشان نسبتها ورأس من الحديد الرأس من الحديد بنلاقي فوق خالص بروز كروي هذا البروز الكروي هو المنسوب إذن الروبير الحائط بيتكون من قاعدة حديدية مسبتة في خرصانة ورأس حديدية بيوجد عليها بروز كروي اللي هو المنسوب طيب الرأس الحديدية بيتكون من جزئين جزء تحت الارض جزء تحت الارض والجزء التاني فوق الارض الجزء اللي بيندفن أو اللي بندقه تحت الارض طوله اتنين ونص متر الجزء اللي تحت الارض طوله اتنين ونص متر عبارة عن رأس مدبب عبارة عن رأس مدبب بريمة ومصورة بقطر من خمسة لتمانية سنتيمتر الجزء اللي أنا بتكلم عنه ده بنتفنه تحت الأرض الرأس المدبب عشان يسهل إن أنا أدق هذا روبير أما الجزء اللي فوق سطح الأرض فهو عبارة عن مصورة بقطر من خمسة لتمانية سنتيمتر وارتفاعه خمسة وعشرين سنتيمتر أو ربع متر بينتهي الجزء اللي فوق سطح الأرض بغطاء رأس قروي سطحه بيمثل المنسوب اللي هو الجزء ده غطاء رأس قروي سطحه يمثل المنسوب إذن في الرسمة اللي قدامنا فرقنا بين روبير الحائط بيتركب إزاي وشكله إزاي وأي جزء في الروبير بيكون هو بيمثل المنسوب وبين روبير الأرضي الشريحة اللي بعد كده الغرض من الميزانية الغرض من الميزانية إيجاد من الميزانية إيجاد منسوب أي نقطة بالنسبة لروبير معلوم إحنا شرحنا من شوية إحنا شرحنا من شوية إن عندنا حاجة اسمها روبير وعندنا خريطة للروبيرات وإن الروبير دي نقطة معلومة المنسوب بالنسبة لمستوى المقرنة اللي هو مستوى سطح الماء في البحر الأبيض المتوسط تاني إحنا شرحنا يعني روبير وقلنا إن روبير هي نقطة معلومة المنسوب بالنسبة لمستوى سطح المقرنة اللي هو مستوى الماء في البحر الأبيض المتوسط الغرض بالإجراء الميزانية رقم واحد إيجاد منسوب النقطة بالنسبة لأقرب روبير وضحت إيجاد منسوب النقطة بالنسبة لأقرب روبير النقطة التانية الغرض التاني من الميزانية إيجاد الفرق بين منسوب نقطتين إيجاد الفرق بين منسوب نقطتين ودي واضحة ومش تحتاجة كلام في الأول أنا قلت دور الميزانية في حياتنا إن هي خطوة أساسية في كل المشروعات قلنا زي المشروعات الإنشائية أي مشروع إنشائي خطوة أساسية في إجراء الميزانية وإنها بتستخدم في رصف الطرق بتستخدم في تطهير الطرع والمصارف بتستخدم في تدشين الجسور بتستخدم في التوسع الأفقي بتستخدم في تسوية الأراضي كل دي استخدامات للميزانية أنا هنا هتكلم عن استخدامات الميزانية في الإنتاج الزراعي اللي يخصنا بعد هنتكلم عن دور الميزانية في الإنتاج الزراعي رقم واحد حساب مكعبات الحفر والردم اللازمة لتسوية الأرض حساب مكعبات الحفر والردم اللازمة لتسوية الأرض معنى النقطة دي إيه لما نجي نقول إن حساب مكعبات الحفر والردم اللازمة لتسوية الأرض أنا أجريت ميزانية وعرفت مناصيب النقطة اللي موجودة قدامي النقطة المرتفعة والنقطة المنخفضة وبالتالي عرفت تدريس الأرض دي بمعرفة مناصيب النقطة بقدر أعرف مكعبات الحفر والردم المنطقة المرتفعة هنحفر عشان نصل للمستوى التسوية أو مستوى المقارنة اللي أنا عايزه والنقطة المنخفضة هنردم إذا لما نقول حساب مكعبات الحفر والردم اللازمة للتسوية نبقى عارفين معناها إيه النقطة اللي بعد كده من دور الميزانية في الإنتاج الزراعي إنشاء الطرق وترميم الطرق تطهير الطرع والمصارف النقطة اللي بعد كده دراسة طبيعة سطح الأرض من حيث مواقع الارتفاع والانخفاض وضردة الانحضار واتجاهه واحدة واحدة دراسة طبيعة سطح الأرض من حيث مواقع الارتفاع والانخفاض ودرجة الانحضار واتجاهه أنا ببعمل ميزانية بحدد نقط الارتفاع هنتن نقولها ونزيتها على طول ميزانية هي معرفة مناسيب نقط ميزانية معناها إن أنا بحدد مناسيب النقط فبعرف النقط اللي مرتفعة والنقط المنخفضة عشان نعمل تسوية هي دي الميزانية فهنعيد ونزيد فيها لحد ما نفهمها والحد ما نبدأ الشغل العاملي بتاعنا في تنفيذ ميزانية طولية أو تنفيذ ميزانية شبكية فهنا دراسة طبيعة سطح الأرض من حيث موقع الارتفاع والانخفاض ودرجة الانحضار واتجاهه النقطة اللي بعد كده عمل خرائط كنتورية الخرائط الكنتورية للأراضي الخرائط الكنتورية الهدف منها إن أنا بحدد نوع التسوية اللي هعملها سواء كانت أفقية أو مائلة فبنعمل الميزانية وبنها عن عمية عن فبننفذ الميزانية وبعدما ننفذ الميزانية بنعمل خرائط كنتورية للأرض عشان نحدد نوع التسوية اللي أنا هتباحها في الأرض دي سواء كانت تسوية أفقية أو تسوية مائلة أكيد طبعا إن هي مهمة جدا في وضع مواصير الصرف المغطي عشان نعمل الانحضار المطلوب وضع مواسير الصرف المغطى على مناسيب المطلوبة كذلك وضع مواسير الري المطور اذا النقاط اللي انا قلتها دي ملخص لدور الميزانية في الانتاج الزراعي الشريحة اللي بعد كده هنتكلم عن الادوات والاجهزة المستخدمة عند اجراء الميزانية طولية الادوات والاجهزة المستخدمة عند اجراء الميزانية طولية ده الجزء الثاني في الجزء الاولى دي اتكلمنا يعني ايه ميزانية وانواع الميزانية سواء كانت ميزانية طولية او ميزانية شبكية واهمية اجراء الميزانية عند تنفيذ المشاريع المختلفة وكان فيه تعريفات لازم ان اكون انا عارفها لانا لما يطلب مني اداء المهمة او اداء المهارة واقول مستوى سطح الميزان او منصوب النقطة او مستوى سطح المقارنة او الربير فالحاجات ديك ما انفحش تنقلي وانا مش عارف معناها ايه فدلوقتي انت عارف اه كل التعريف التعريفات الخاصة بالميزانية الجزء التالي اللي هنتكلم فيه هو الاجهزة والادوات اللي بستخدمها لتنفيذ الميزانية يعني ايه انا عرفت التعريفات الخاصة بالميزانية عرفت يعني روبير وعرفت ان فيه روبير ارضي وربير حائتي وعرفت انه في روبير درجة اولى وربير درجة تانية وعرفت ان روبير درجة اولى ده دقوته بالملي وده بالصنط وده تلغى وعرفت يعني منصوب النقط انه بجيب ارتفاع وانخفاض النقط مقارنة بمنصوب المقارنة اللي هو سط اللي هو منصوب الماء فيه البحر الابيض المتوسط وعرفت ان سطح المقارنة كل دولة لها سطح مقارنة وعندنا في مصر سطح المقارنة هو منسوب الماء في البحر الابيض المتوسط في الميناء الشرقي بالاسكندرية كويس اوي لكن انت طالب على نظام الجدارات اي نعم هيبع عندك دليل تساؤل سواء امتحان شافوي امتحان تحريري ووارد جدا يجي لك اسئلة من التعريفات وان ما كدش هتيجي على صيغة التعريفات فبتيجي على صيغة اختيار من المتعدد او وصل بين الف وبه ولكن الجزء الاهم هي المهارة اللي انت هتوقديها وهي تنفيذ ميزانية طولية او تنفيذ الميزانية العادية تنفيذ الميزانية لابد استعين بمجموعة من الادوات والاجهزة كل اداة او جهاز هستخدمها عند تنفيذ الميزانية يجب ان اعرفه كويس جدا اعرف ازاي اشتغل به واعرف مكوناته اعرف ازاي المحاذير اللي ممنوعة اعملها وانا شغال به وده كله هنعرفه دلوقتي ايه الاجهزة اللي احنا بنستخدمها عند اجراء الميزانية العادية رقم واحد الميزان وعندنا عدد حصرة له من انواع الميزان لكن استخدمها وتركبها وفكرتها كلها واحد تاني او الجهاز او اداة باستخدمها عند اجراء الميزانية هي الميزان والميزان في يوجد انواع كتيرة منه لكن طريقة استخدام وفكرة عمله اه ما بتتغيرش هي هي الادات تانية القامة القامة الادات تانية اللي بيستخدمها وانا بنفذ الميزانية الادات تالتة الاوتاد الاوتاد الخشبية قطعة من الخشب مدببة بنحدد بيها بداية الخط اللي بنعمل عنه الميزانية الطولية ونهاية الخط ده عند ادراءة ميزانية طولية اللي احنا بصدد الحديث عنها الشوك اه خيط الشغول اه دفتر الميزانية وطبعا خريطة الروبيرات او خريطة الروبير هي دي الاشياء والادوات اللي انا بحتاجها اه عند تنفيذ الميزانية هنتكلم ان شاء الله عنها دلوقتي بالتفصيل وهنعرف ازاي اه نستخدمها وبعد كده هنتكلم عن المحاذير التي لا يجب ان نقع فيها عند استخدام هذه الاجهزة زي ما هو مواجد زي ما هو باين قدامنا على الشاشة رقم واحد الميزان اه وهنا بسمينه ميزان المهندس اللي هنحب نشتغل بميزان المهندس اتنين القامة تلاتة اه ادوات قياس الاطوال اللي هو الشريط سواء كانتيل او صلب اربعة الاوتاد خمسة الشوك ستة خيط الشغول سبعة دفتر الميزانية تمانية دفتر وخريطة الروبيرات تاني الادوات اللي بستخدمها عند تنفيذ الميزانية رقم واحد ميزان اتنين القامة تلاتة ادوات قياس الاطوال للشريط سواء كان الشريط ده صلب او شريط تيل اربعة الاوتاد قطع من الخشب مدببة شوك قطع حديدية طرف مدبب والطرف التاني على شكل حلقة خيط الشغول عشان نحدد النقطة الرأسية دفتر الميزانية اللي بنسجل فيه اه القراءات دفتر وخريطة الروبيرات عشان نحدد اقرب روبير هنبدأ منه الميزانية الميزان شكل اللي قدامنا بيبين شكل الميزان وانا قلت ان فيه اشكال كتيرة للميزان ولكن كلها نفس الفكرة ونفس الشغل بيكون ما بيتغيرش الميزان اللي قدامنا هو اول جهاز بنستخدمه في تنفيذ الميزانية واهم جهاز عاوز اعرف ايه عن الميزان يهمني ان انا اعرف ايه عن الميزان تركيبه رأس تليسكوبية مركبة على قاعدة مسلسة عن طريق ثلاث مصامير بنسمونه مصامير ضبط الافقية الرأس والقاعدة بيركبوا على حامل سلاس الارجل ده التركيب العام للميزان لكن يهمني مش نعرف التركيب العام بس ان انا نعرف التركيب الضقيق للميزان العدسة العينية والعدسة الشائية مصمار التطبيق اللي بيضبط البقرة الثلاث مصامير بطوع ضبط افقية الجهاز ميزان الماء الدائري ازاي بنظبطه وازاي بنحقق افقية الميزان ده لنا بصدد الحديث عنه تعالوا مع بعض نتكلم عن الميزان بشيء من التفصيل الغرض من الميزان عبارة عن جهاز الغرض منه الحصول على مستوى نظر افقي عبارة عن جهاز الغرض منه الحصول على مستوى نظر افقي ويسمى مقدار ارتفاع مستوى النظر الافقي بالميزان عن مستوى المقارنة بمنسوب سطح الميزان نركز مع بعض في الرسمة اللي تحت عشان نشرح الكلام اللي موجود فوق انا عندي طريق الف ب وده من طريق اللي هو الخط ده ده طريق خط طولي طريق وخدت قراءتين عند النقطة خدت قراءة عند النقطة الف وقراءة عند النقطة ب تاني تاني الرسمة اللي قدامنا عبارة عن طريق ثبت الميزان في المنتصف اوه وخدت قراءة اه النقطة الف طلعت سين المستوى المستوى الافق الوهم للميزان طلع سين لما خدت القراءة طلع القراءة عند سين عند نهاية سين وبصيت في النحية التانية عند النقطة به وخدت القراءة طلعت سات تمام تاني انا عندي اه طريق او خط طولي الف به ثبت الميزان وخدت قراءة للنقطة الف طلع سين وخدت قراءة للنقطة اه به طلع سات لو بصنا تحت عند الخط اللي باللون الاحمر المقطع ده مستوى المقارنة تعالي مستوى المقارنة هو ايه اللي احنا شرحناه في الاول قلنا انه لكل دولة وده انا عاوز اقول لك اهمية الجزء النظري انك تكون عارف كويس جدا التعريفات لما تيجي تشتغل عملي من غير معرف التعريفات دي كويس وافهمها مش هعرف انا مستوى المقارنة قلنا ان لكل دولة من دول العالم مستوى مقارنة واحنا في مصر خدنا ارتفاع او سطح الماء في البحر الابيض المتوسط هو مستوى المقارنة بتاعنا في منها الشرحة الاسكندرية تمام تمام نرجع تاني الى الرسمة بتاعتنا اذا الخط اللي ما اقطع تحت ده اللي باللون الاحمر هو مستوى المقارنة منسوب سطح البحر الابيض المتوسط طيب منسوب سطح الميزان عنده النقطة الف او عنده النقطة به هيساوي سين زائد الجزء اللي تحت ده منسوب واحد ومنسوب به منسوب الف ومنسوب به سين زائد الجزء اللي تحت ده هيدينا منسوب سطح الميزان ويه? عنده النقطة بيه هيسوي صلاة زاد الجزء اللي بين الخط الف به وبين مستوى المقارنة. ولو لاحظنا اللاجئ ان منسوب سطح الميزان سابت عنده النقطتين. عند الف وعند به. تمام يا شباب? ازن الغرض من الميزان عبارة عن جهاز الغرض منه الحصول على مستوى نظر افقي زي ما هو واضح قدامنا مستوى نظر افقي ويسمى مقدار اه ارتفاع مستوى النظر الافقي تاني بقى ارتفاع النظر الافقي عن مستوى المقارنة بمستوى سطح الميزان. السؤال اللي هسأله. يعني ايه مستوى سطح الميزان? مستوى سطح الميزان هو المسافة بين مستوى النظر الافقي الوهمدة ومستوى المقارنة المسافة اللي بينهم بنسميها منسوب سطح الميزان. اشرحها تاني على على الرسمة عشان نفهم النقطة دي لان منسوب سطح الميزان خانة في الجدول اه في خانة في الجدول بتاع الميزانية مهمة جدا. اذا. المسافة بين مستوى المقارنة اللي هو منسوب سطح البح والمستوى والافقي الوهمي بنسميها منسوب سطح الميزان وبنختصرها ميم نقطة سين ميم. ميم سين ميم منسوب سطح الميزان. الشريحة اللي بعد كده. مكونات جهاز الميزان. تليسكوب مسبت على قعدة عن طريق ضوابط لضبط افقية الجهاز ويسبت على حامل سلاس الارجل. المكونات الاساسية للميزان. بيتكون من تليسكوب. التليسكوب ده مسبت على قعدة مسلسة الشكل. عن طريق تلات مصامير. بنسميهم مصامير ضبط افقية الميزان. تاني. مما يتكون الميزان. تليسكوب. تليسكوب. التليسكوب ده مسبت على قعدة معدنية مسلسة الشكل. ده مسبت عليها بواسطة ايه? بواسطة تلات مصامير بنسميهم مصامير ضبط افقية الميزان. او مصامير التسوية. طيب الشريحة اللي بعد كده. الاجزاء الخارجية الاساسية للميزان. انا قلت ان الميزان عبارة عن رأش تليسكوبية مركبة على قعدة معدنية مسلسة الشكل بواسطة تلات مصامير اللي هما مصامير ضبط افقية الميزان. تعالى بقى نقول مكونات الخارجية الاساسية للميزان بشيء من التفصيل. هنتكلم عن مكونات الرأس التليسكوبية ديت فيها ايه? الرأس التليسكوبية ديت موجود فيها ايه? بنتعامل معها ازاي? لو بصينا هنا هنلاقي عدسة شوقية. عدسة شيقية. عدسة شيقية. وسمناها عدسة شيقية لانها هي اللي بطرى الاشياء. عدسة شيقية واسمها عدسة شيقية اللي انا بنشوف بيها الاشياء اللي هي القامة. في الناحية التانية خالص عدسة عينية اللي انا بنبص فيها في الناحية التانية خالص عدسة عينية دي اللي انا ببص فيها سمناها عينية اللي انا ببص فيها بعنايا تحت بنلاقي التلات مصامير اللي انا قلتهم اسموهم مصامير التسوية ودول بنحرككم بنضبط افقية الميزان التلات مصامير دولة بنحرككم عشان نضبط افقية الميزان بيبقى موجود على الميزان ميزان مية لو بصينا في الحطة الصغيرة دي هتلاقي فيه ميزان مية ميزان المية ده بيوجد داخله دائرة صغيرة ونقطة من المية بنحرك التلات مصامير بتوع التسوية لحد ما تدخل نقطة المية دي داخل الدائرة الصغيرة احنا شرحنا في الاول وقلنا ان الميزان بيتكون من رأس التلسكوبية مركبة على قاعدة مسلسة عن طريق تلات مصامير سما انهم مصامير التسوية انا دلوقتي بتكلم عن الاجزاء الخارجية الاساسية للميزان هنشرح بقى الرأس التلسكوبية دي المصامير اللي موجود عليها لازمتها ايه المصامير اللي موجود عليها لازمتها ايه فهنقول الاول هنجيبها من تحت خلص ان التلات ان التلات مسامير التسوية دولت فايدتهم ان انا بحرككم عشان اضبط افقية الميزان تب منين اعرف ان الميزان افقيته انضبطت قلت ان انا عندي ميزان ماء دائري اهو ميزان الماء الدائري ده جواه دايرة صغيرة ونقطة مية انا بحرك التلات مسامير بتوع ضبط التسوية لحد نقطة المية دي ما تدخل في الدائرة الصغيرة لحد نقطة المية دي ما تدخل في منتصف الدائرة الصغيرة ساعة نقطة المية ما تدخل في منتصف الدائرة الصغيرة يبقى كده افقية الميزان مزبوطة مية في المية تمام؟ تمام عند عدستين واحدة عينية اللي انا ببص فيها بعناية والتانية شيئية اللي في الناحية التانية اللي انا بشوف بيها الاشياء المصمار اللي في الجنب ده اللي الجزء بعيد منه اللي اصمر ده اسمه مصمار التطبيق وده فايدته ايه لما ببص في العدسة العينية بحرك المصمار ده عشان نضبط البعد البقري عشان نضبط البعد البقري لحد ما تتضح قدام القراءة تاني المصمار اللي في الجنب ده اسمه مصمار التطبيق مصمار التطبيق ده لازمته ايه لما انا ببص في العدسة العينية عشان اشوف القامة بحرك مصمار التطبيق بالراحة لحد ما تتضح قدام القراءة طب ازاي اتضحت القراءة لان انا هنا بتحكم في البعد البقري للعدسة لحد ما القراءة تتضح قدامي تمام؟ تمام طبعا هنا في مرقاة وفي آآ علامات علامة توجيه ومرقاة ومزاق لكن اللي يهمني آآ فيه كمان آآ فيه حاجة مهمة تانية تهمني المصمار ده المصمار ده بيحرك الميزان حركة حركة آآ دائرية بطيئة المصمار ده بيحرك الميزان حركة آآ دائرية بطيئة يهمني في الرسمة اللي قدامي ان اعرف ان التلات مصامير اللي تحت اللي هم مصامير ضبط افقية الجهاز ويهمني اعرف ان آآ ازاي اضبط افقية الجهاز يهمني اعرف ان ميزان التسوية او ميزان الماء ده موجود فيه نقطة مية وموجود دائرة صغيرة ولازما وانا بزبط الافقية من خلال المصامير اللي تحت نقطة الماء تتواجد فيه المنتصف يهمني اعرف ان المصمار ده اسمه مصمار آآ مصمار تحت الحركة البطيئة للرأس التليسكوبية بنحرك الرأس التليسكوبية شمال ويمين المصمر اللي في الجنب هناك اسمه مصمر التطبيق وده بيتحكم في البعد البقري عشان نبين الصورة وفيه عدستين عدسة عينية بنبص فيها وعدسة شيئية بنرى منها الأشياء دي أهم الأجزاء اللي عايزك تعرفها في الرأس التليسكوبية وفي الميزان لأن هي دي الحاجات اللي دي أنا هشتغل عليها وأنا بنفذ الميزانية هبص في العدسة العينية العدسة الشيئية بترى الأشياء مصمر التطبيق بص بتمنه البعد البوري عشان الصورة تتضح قدامي التلت مصامير بتوع ضبط التسوية اللي موجودين في القاعدة اللي تحت بحرككم لحد ما تيجي نقطة الماء في ميزان الماء في المنتصف المصمر اللي موجود فليمين ده آآ بحركوا حركة بسيطة عشان أحرك الرأس التليسكوبية آآ حركة دائرية الشريحة اللي بعد كده أنا عملت آآ رسم تخطيتي للميزان اللي فات ميزان ده اللي هنشتغل عليه شكل الميزان اللي هنشتغل عليه أنا عملت رسم تخطيتي بقى للميزان ده عشان تشوف الحاجات اللي جوه الحاجات اللي ما تتشافش من الشكل الخارجي ده ولو بصينا وركزنا فيها هلاقي كل الكلام اللي قلناها موجود هنا المصامير اللي تحت مصامير التسوية أو مصامير ضبط الأفقية دي العدسة الشيئية اللي بنرى بها الأشياء الناحية التانية العدسة العينية اللي احنا بنبص فيها ميزان التسوية اللي فوق اللي قلت ان آآ ميزان التسوية الدائري مصمار الحركة السريعة مصمار الحركة البطيقة حامل الشعيرات اللي هنشعرتها الاستيديا النهاردة اتكلمنا عن بعض التعريفات الهمة جدا آآ في الميزانية وللازم كلنا نبقى عارفينها لانها عارفين زي ما قلت نبي بيكون في دليل تساؤل وما قدرش استغناء عنها في تنفيذ المهارة وفي الجزء التاني اتكلمنا عن المكونات والأدوات الأساسية اللي بيستخدمها آآ عند تنفيذ الميزانية اتكلمنا عن أول جهاز أو أول أداة اللي هو الميزان اتكلمنا عن الشكل الخارجي للميزان واتكلمنا عن الأشياء اللي رسم أو عملنا رسم تخطيطي للميزان سواء كان للتوليسكوب أو القاعدة المسلسية إن شاء الله الحلقة الجاية هنكمل الأجزاء والأدوات اللي بنستخدمها في تنفيذ الميزانية وهنكمل شرح الميزان لأن أنا عندي فيه جزء مهم جدا لما ببص في العدسة العينية بنشوف إيه بنشوف أربع شعيرات شعرتين متقطعتين على شكل علامة زائد الرأسية بتحدد رأسية القامة والأفقية اللي بناخد عاليا قراءة القامة واللي شعرتين الصغيرين اللي هم شعرتين الاستدية عشان نحدد البعد المسافة بين القامة والميزان هنتكلم عنه إن شاء الله الحلقة الجاية وهنكمل الأجزاء والأدوات اللي بتستخدم فيه تنفيذ الميزانية نتكلم عن القامة بالتفصيل التدريج بتاعها إزاي الديسيمتر والسنتيمتر وهنتكلم عن خط الشغول والأوتاد والشوك وضفتر الميزانية وخريطة روبرات وهنختم الحلقة الجاية إن شاء الله إن احنا هنتكلم عن بعض المحاذير اللي لازم إن أنا أكون عارفها لما أستخدم القامة أو الميزان أتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر